دانا جاهزة هيا نبدأ اليوم القصة أبدأ الليلة هذه القصة قصة قصيرة هذه المرة كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان كان هناك بحيرة صغيرة هذه البحيرة وكان يعيش في هذه البحيرة بطتان وسلحفاء وكانوا جميعا أصدقاء فعاشوا في هذه البحيرة سنوات طويلة لكن بدأت هذه البحيرة تفقد ماءها شيئا فشيئا إلى أن نضبت البحيرة ما معنى نضبت؟ أي وخلص الماء منها بالكامل أي ونشفه فقررت البطتان الرحيل فقالوا للسلحفاء يا صديقتنا السلحفاء إننا سوف نرحل ونسافر إلى بحيرة أخرى طبعا كيف سيسافرون؟ بالطيران فقالت السلحفاء يا الله يا ربا ستسافران عني وأنا أبقى هنا وحيدة أنا لا أملك جناحا للطيران فبدأت البطتان تفكران في الأمر وتفكر معهم السلحفاء فوصلوا إلى فكرة فقالت البطتان للسلحفاء اسمعي يا صديقتنا السلحفاء نحن البطتان سنمسك بأرجلنا عصى غصن شجرة وأنت أيتها السلحفاء لابد أن تمسك غصن الشجرة بفمك تعضي عليه بفمك لا هي البطتان تطيران ولازم السلحفاء تعض بفمها على الغصن ليش؟ نعم حتى تتمسك بالغصن والسلحفاء إذن تطير مع البطتان وبالفعل ها تسمعون؟ نعم طيب دانا تسمعين؟ نعم وبالفعل البطتان جلبتا الغصن المناسب يعني العصة المناسبة وأمسكوها بالأرجل وقالوا للسلحفاء هيا الآن عضي بفمك على العصة على الغصن وإحنا سنطير العصة وسنطير ولكن قالوا لها انتبهي إذا طرنا لا تفتحي فمك ولا تتكلمي أي ليش؟ حذروها لأنها إذا فتحت فمها أو تكلمت بأي كلمة ستسقط على الأرض فقالت نعم نعم لن أتكلم سوف أسكت ولن أتكلم عن أي شيء أو عن أي شخص وبالفعل مسك البطتان مسكت البطتان الغصن بالأرجل والسلحفاء جاءت وعضت وبدأت البطتان بالتحليق والطيران وهم يطيرون بالجاو والسلحفاء ماسكة بثمها الغصن فهم يطيرون بهالطريقة الغريبة كان فيه ناس تحت فقالوا والناس انظروا 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 للمشهد الغريب انظروا سلحفاء تطير بالجو مع البط من اللي سمعت كلام الناس السلحفاء فقالت فقالت السلحفاء اسكتوا أيها الناس لا تتكلمون عني وفي هذه اللحظات ماذا حدث سقطت السلحفاء على الأرض وأكملت البطتان الرحلة إلى البحيرة الجديدة انتهت القصة